لكن خلينا نركز على فين أزمة الأهلي الحقيقية كلنا عارفين أن أزمة الأهلي الحقيقية في المهاجم الأهلي بيفتقد للمهاجم الصريح بس هنا عندنا شقين تعال نشوف الأول أرقام الأهلي في كأس العالم للآن دا على مدار البطولة بالكامل الأهلي لعب في البطولة أربع مباريات الأربع مباريات دول فاس في اتنين اتعادل في صفر وخسر اتنين أحرص سبع أهداف ودخل مرمى تمن أهداف دي أرقام عادية جدا موجودة المهم بالنسبة لي أن الأهلي سدد 60 تسديدة في الأربع مباريات بمعدل 15 تسديدة في المباراة الوحدة دا رقم مهم جدا لازم نقف قدام وأن أنت تسدد 15 مرة في المباراة الوحدة دا رقم مهم جدا الناحية التانية التسديدات اللي على المرمى كانوا 17 تسديدة في الأربع مباريات بمعدل أربعة وخمس وعشرين من مية أو أربعة واتنين من عشرة تسديدة في كل مباراة وده رقم برضو كبير جدا أنت بتسدد قدام الإطار أو في المرمى أربع تسديدات في كل مباراة أو أولمست أربع تسديدات ونص يعني في كل مباراة الأهلي صنع في الأربع مباراة 8 فرص خطيرة واخد بالك في فرق ما بين الفرصة الخطيرة والهجوم الخطير الهجوم الخطير هو عملية بناء الهجمة اللي وصلت لمرحلة خطيرة من الملعب الفرصة الخطيرة هي الفرصة المحققة اللي هي بتاخد اكسبيكت الجولز عالي اللي هي بتاخد اكسبيكت الجول عالي أو اكس جي عالي أو نسبة إحراز هدف عالية الأهلي في الأربع مباراة عمل 8 فرص محققة للتهديف من هدف النادي الاهلي؟ هدف النادي الاهلي هو احمد عبدالقادر بهدفين والتي اتنين في مباراة فلامينجو فبالتالي الاهلي كمنظومة لعب هجومية هو وصل لمرحلة من الاتقان ان هو يقدر يهدد مرمى الخصوم بستين تسديدة بالمناسبة الاهلي في مباراتي فلامينجو وريال مدريد عامل ما يقرب من ستة وتلاتين هجمة خطيرة ستة وتلاتين هجمة خطيرة في المباراتين بالتقريب كده ما بين المباراتين